هو من أشار على محمد علي باشا والي مصر بفكرة البعثات العلمية إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا كان رائدا في التجديد وكان الشيخ السادس عشر للأزهر الشريف كان برعا في علوم الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وبالقطع إلى جانب العلوم الشرعية فكان حجة وفقية ومجدد في عصر هو الشيخ حسن العطار في مصر أرض المجددين تمثل محور مشروع التجديد عند حسن العطار في الاهتمام بالمدارس الفنية وفي حث الوالي محمد علي باشا على البعثات العلمية وفي الانفتاح على العالم وكان مدركا للواقع وللمآلات فنراه قد جوز التشريح وكان عالما موسوعيا بمعنى الكلمة رحم الله شيخ الإسلام حسن العطار فضيلات العلم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أهلا بكم مولانا الشيخ حسن العطار واحد من العلماء الكبار والمؤسسين للأمور الكثيرة سواء في الأزهر أو في الحياة أو في الصحافة بداية ما هو ملامح مشروع التجديد للشيخ حسن العطار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا حسن العطار من النقاط الفارقة في القرد التاسع عشر حسن العطار رحمه الله تعالى ولد لرجل مغربي وكان يعيش في القاهرة وكان يبيع العطار واشتغل الشيخ حسن بالعطار في طفولته مع أبيه لكنه حفظ القرآن وكان أبوه يلحظ فيه أنه محب للعلم فاصطحبه معه إلى الأزهر وحضر على المشايخ الكبر هو مولود 1766 1766 يعني على بداية القرن كان عنده 34 سنة مات سنة 1835 يبقى في حدود السبعين سنة أو التسعة وستين سنة بالميلادي وسبعين سنة بالهجري ففي هذه الرحلة مشروعه التجديدي كان الانفتاح للآخر يعني الانفتاح للآخر الانفتاح للآخر الوان العريم للمشروع آه هو المشروع كان الانفتاح للآخر يجب علينا أن ندرك الواقع يجب علينا أن نستمع إلى العالمين إلى الشرق إلى الغرب إلى كده ولذلك لم يقتصر على دراسة العلوم الشرعية التي تدرس في الأزهر كان عددها 12 علم أساسي العقيدة الفقه الأصول اللغة العربية نحو الصرف البلاغة المنطق الحديث التفسير وهكذا يعني علوم تدرس بطريقة السيرة النبوية اللي بطريقة مهمة كان يقول لهم لا لابد من العلوم المساعدة ولابد من العلوم التي تجعل الإنسان أكثر دراية بالواقع لابد من دراسة التاريخ لابد من دراسة جغرافيا لابد من دراسة الرياضيات العليا والحساب وكذا لابد من دراسة الفلك لأجل رؤية الهلال ولأجل موقع الصلاة ولأجل يعني معاني كثيرة في هذا سميت بعد ذلك بعلم الهيئة ودرست فعلا في الأزهر لابد من قراءة الكيميا وما يحدث فيها لابد من قراءة الطب حتى إنه ألف كتابا ينتقد في تذكار الداود واهتم بهذا الجانب جدا وحتى لما يعني فتحوا مدرسة الطب في أبي زعبل اهتم بها وعين فيها ناس من تلمزته الشيخ إمام والشيخ إبراهيم وكذا لمراجعة الكتب العربية الطبية مراجعتها من ناحية اللغة فكانت الكتب تخرج من طب أبي زعبل محققة محررة ما فياش ولا غلطة وكانت تطبع في المطابع الأمريقية كله هذا بأس الشيخ حسن العطار فالمشروع التجديدي بتاعه كان بيتمثل في نمرة واحد المدارس الفنية أول من فكر في المدارس الفنية كان حسن العطار لما استمع له محمد علي باشا عرف أنه مختلف ده شخص مختلف هو كان أيام الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية جات لنا هنا 98 ومشيت واحد فهو هرب من طغيان نابليون اللي كان بيقتل خمس علماء كما أقول في مذكراته كل يوم هرب إلى الصعيد ولكنه رجع بعد من نابليون مشي بعد ما نابليون مشي كليبر جهه تقتل ومينه جهه أسلم وتجاوز زبيدة بنت البكري يعني كانت الأمور بتخف وما فيش صدام اللي كان موجود أيام نابليون رجع وجلس مع علماء الحملة الفرنسية واستفاد منهم وأفادهم وكانت له جلسات طويلة ما هو عنده دلوقتي بقى إيه 35 سنة وهذا الذي جعله يرسل رفاق طهطاوي مع البعثات العلمية وينصح محمد علي بهذا حتى يقصد له كل ما في فرنسا من الجانب الاجتماعي من الجانب الاقتصادي من الجانب العلمي لأنه كان يبحث عن سر قوة الفرنسيين والمفتاح الذي يعني امتلكوه أو عرفوه في نفس الوقت وله نحو ثلاثين كتاب في التراث الإسلام يعني درسه درساً عميقاً لكن عينه على العصر وعينه على النجاح والقوة وعينه على المدارس الفنية على إصلاح التعليم على المنهجية والعلوم المساعدة وكل هذا كان مؤهلاً له عند محمد علي أن يعينه شيخاً للأزهر فكان أول شخص ليست له أصول مصرية بل هو من المغرب يتولى الأزهر الشريف بعد كده تولى الأزهر الشيخ الخضر حسين من تولس لكن كان أول واحد غير مصر يتولى مشيخة الأزهر كان هو الشيخ حسن العطار طيب رولانا هل فعلاً هو يعتبر برضو أول من حول الأزهر من جامع إلى جامع بالمفهوم المدني الحديث يعني أو أشبه ما يكون في ظل المشيخية يعني المشيخية غير المنضبطة المشيخية المنضبطة لكن الذي حول من المشيخية إلى الأكاديمية محمد المهدي العباسي محمد المهدي العباسي هو الذي استصدر القوانين هو الذي رتب التراتيب الإدارية والمالية من أجل نقلة نوعية في الأزهر من المشيخية إلى الأكاديمية لكن الذي فعله الشيخ حسن العطار أنه دعا إلى هذا التنظيم رتب هيئة النفوس للقبول فما كان الشيخ محمد المهدي العباسي يستطيع أن يفعل ما فعل وهناك حركة مناوئة لهذا أو بترى أن هذا فيه تضييع للعلم أو تضييع للأمانة فجه حسن العطار وأقنعهم أنه لا هذا هو عين الأمانة وهذا هو عين التطوير فكان مهيئا للأجواء وهكذا دائما التغيرات تحتاج إلى زمن يعني التغيير يحتاج إلى زمن التأثير شيء والتغيير شيء آخر التأثير لا يحتاج إلى زمن لكن التغيير يحتاج إلى الزمن فالشيخ العطار انطلق من المدارس الفنية انطلق من المناهج العلمية المساعدة وانطلق إلى الانفتاح على آراء الآخرين وانطلق إلى إدراك الواقع إدراكا مهما وانطلق إلى التراث استيعابا ودرسا وتدريسا طب أستاذا هارجب بعد الفاصل نشوف ليه بعد جلاء الحملة الفرنسية ليه كمان خرج الشيخ العطار من مصر وراح ألبانيا رغم هذا المشروع العلمي والنهضوي المهم أستاذا هارجب بعد الفاصل إن شاء الله أرجوكم إبقى ومعنا أوصاهم بزراعة وحفظ كتاب الله فحولوا بلدتهم لساحة خضراء تصر الناظرين فأصبحت الزراعة حرفتهم وغايتهم هي حفظ كتاب الله هذا هو حال أهل قرية الحجاجية القديمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية والتي هي مسقط رأس الإمام حسن العطار العالم المصري الأزهري الكبير الشيخ حسن العطار وصى أحفاده وأولاده بحاجتين مهمين أوي دراسة علوم الأزهر والزراعة وأيضا كان من ضمن وصايا الإمام الأكبر فضيلة الشيخ حسن العطار من يتعلم في الأزهر ويحفظ القرآن الكريم يميز بقطة أرض نظرا لتفانيه في تحصيل العلم في الأزهر وحبا في التعليم في الأزهر أبناء القرية يفتخرون حتى الآن بكونهم أحفاد الإمام حسن العطار فبأحد المواقع المميزة داخل القرية تجد ضوار العطار والذي أقامه أحفاده باسمه حفاظا على سيرة الإمام العطرة كما يوجد مسجد كبير يحمل اسم الإمام حسن العطار داخل مدينة فاقوس فالإمام هو مصدر عزة وإلهام وعنوان للعلم والعلماء لأهالي محافظة الشرقية وللمصر كلها الحافظ دكتور عايز أتوقف مع حضرتك عندي يعني توضيح معلومة هل هو بعد الحملة الفرنسية مباشرة الشيخ حسن العطار سافر إلى ألبانيا ولا قعد في مصر شوية بعد كده لطقى محمد علي وحتى محمد علي يعني كان بيطلب منه بعض الاستشارات أو الطلبات فيما يتعلق بالبعثات العلمية هناك في تاريخ المسلمين ما يسمى بالرحلة في طلب العلم والرحلة في طلب العلم ألف فيها الخطيب البغدادي هناك في القرن الخامس الهجري الرحلة في طلب العلم كانت جزء لا يتجزأ من التكوين العلمي فهو صفر هذه الرحلة صفر إلى ألبانيا وصفر إلى تركيا وصفر إلى مكة وصفر إلى الشام يعني لف كثيرا في البلاد من أجل لقاء العلماء من أجل أن الصفر فيه السبع فوائد اللي قالوا عليها اللي من ضمنها لقيا الماجد يعني الأماجد اللي استفادة من خبرتهم فصفر الذي قام به حسن الأطار كان جزءا لا تجزأ من مشروعه التجديدي لما جه رفاعة سافر في 26 تقريبا وعنده 25 سنة بقس حسن الأطار حسن الأطار هو النصح محمد علي بالبعثات العلمية لما رجع حسن الأطار هو النصح محمد علي أن يكون رفاعة طهطاوي ضمن الثلاثة الذين يتولون الجانب الديني في البعثات حسن الأطار اختار رفاعة لأنه كان عنده ملكة لتوصيل المعلومات إلى الشباب فلافت نظره لأنه هذا جزء من مشروعه التجديدي اللي هو فتح القلب على الآخرين والاستفادة وبناء الجسور فكل هذا كان بيد حسن الأطار أحكي لك حكاية عنه برضو هتفيد في إدراك مشروعه العلمي وكيفية التعامل مع الأحداث في طب أبو زعبل كان فيه راجل طبيب وكان طبيب محمد علي ولكن كان أستاذا فيه الطب اسمه كلوت بيك اللي هو لغاية النهاردة فيه شارع اسمه كلوت بيك دلازمه لكن بعض الناس يرى أن فيها إهانة لجثمان الميت وهذه الإهانة تمنع الطبيب من أنه يقوم بالتشريح وطبعا العلماء الراصخون يرون أنه من أجل المصلح هذا ليس تمثيلا بالجسة هذا من أجل أن نتعلم كيف نتعامل معها كيف نحدد إذا ما كان هناك عدوان أو إذا ما كان هناك تقصير أو قصور كيف نتعامل معه في ضبط الجريمة أو التهمة الخلق يعني ومن هنا نشأ الطب الشرعي والطب الشرعي أصبح في العالم كله يعني طب متفرع ويقيني لدرجة أن حضرة القاضي أول ما يقرأ تقرير الطب الشرعي على طول يحكم بالحق يحكم بما هو فيه إنصاف وعدل أو أقرب إلى ذلك فكلوت بيك النهاردة يا أولاد التشريح وجب جثة عشان يشرح فبعض المتشددين اللي هما مغلقين أم عايز يغزوا بسكينة يغز كلوت بيك كلوت بيك الحادثة عجيبة غريبة يتعرض فيها كلوت بيك لعدوان أحد الطلب طلبة كلوت بيك أحطوا به ومسكوا بالولد ومسكوا إيده ومسكوا السكينة وكذا إلى خيره ومنعوه أنا لازم أقتل المجرم ده اللي بيشرح فيه في جسس الناس سمع بيها الشيخ حسن العطار وهو الشيخ الجامل راح راح واخد بعضه وراح لطبة أبي زعمل وبين لهم الفتوى الصحيحة من شيخ الإسلام وكانوا ساعتها بقى في هذا العصر يعني شيخ الإسلام ده يعني يعني مسموع الكلمة وعلى طول يقول لك إيه فأفتأ الشيخ الزيادي بكذا فهدأت الفتنة كده مباشرة لأنه ما همش يعني يعني ده رجل ملوش فيها ناقة ولا جمل إنه هو يقول حلال على الحرام أو حرام على الحلال ده بيفتي الوجه الله فذهب الشيخ حسن العطار وقفتأ لهم في طب أبي زعمل مش أصدر فتوى وهو هنا شيخ وبعتها لهم ده رح لهم هناك ده رح لهم هناك والتقى بكلوت بيك والتقى بالأولاد اللي دفعوا عنه ومدحهم وطيب خاطرهم والتقى بالولد اللي المقبوض عليه في حدسة كلوت بيك علشان يقنعه إنه لأ يا ابني أنت غلطان وإنت اللي أنت عملته ده هو مخالف للشريعة وإنه التشريح ليس فيه شيء وفعل هذا فهدأت الفتنة الفتنة اللي كان بيرتب لها بعضهم إنهم يحدسوها ظنين أنها يعني تقربهم إلى الله بيّن لهم الشيخ بطريقة عملية بس بطريقة الحقيقة فيها رقي يعني يكونوا ينتقل من أجل الدفاع عن هذه المبادئ العليا ويفاهمهم ده بيدي لك فكرة عن مشروعه التجديدي الشيخ العطار كانت عنده مكتبة من الكتب المترجمة في شتى العلوم فكان موسوعيا وشهد له بالموسوعية كل من عرفه عشان كده كان هو بالتالي أول مؤسس لصحيفة في مصر والعالم العربي اللي هي الوقاع الرسمية الوقاع المصرية كانت هي الجريدة الرسمية وهو الذي أنشأها ولما رجع رفاعة ولاه رئاسة تحريق برك الله فيكم فهل دكتور أهلا وسهلا جزيلا شكرا موصول الله حضرتكم إلى اللقاء